بتاع السعودية اسمه ايه المفتي مش عارف السعودية حكايتهم في العميان اللي بيجيبوهم مفتين دول لا الشيخ اهلا الشيخ طيب ايخ انا عايز افهم المفتي السابق كان اعمى والمفتي اللي بعده اعمى هي استقصاد ولا ايه احتمال يكونوا بيجهزوا اعمى يخلفوا يمكن في اعمى تضر عليه جاه مش عارف العامة ده انتوا عارفين خصة العامة دي انا اقول لكم نقطة للشيخ محمد الغزال الله يرحمه على العميان دي حلوة اوية انتوا عارفين الازهر كان عندنا مشكلة في الازهر الازهر انا عندي خالي الله يرحمه عنده خمس ولاد خمسة فيه واحد فيهم طلع معوق بعته الازهر تعلم الدين يعني من الخمسة الوحيد اللي راح الازهر اللي هو طلع يعني عنده عاهة فالشيخ الغزال الله يرحمه في احد كتبه بيقول ايه كان ليه صديق ليه صديق ولد له ولد في عينه رمد تعبان عينه تعبان طعف به بين الاطباء يلف بين الاطباء يدور على علاج لعين عبنه مفيش ولا واحد عارفي علم طلع الودع عينه تعبان فهو قرر قال خلاص اجعله للازهر خلاص انا اوهب لله عازو لك بتاعك والله ما يرجع لازم يرجع لك قال لربنا والله فالشيخ الغزالة بيقول ايه ده من قبيل ويجعلون لله ما يكرهون اللي هو ايه في زوره قال ده يبقى بتاع ربنا احنا عندنا لحد الوقت لما يبقى عندك تلاجة باسط تقول كلم الجمع ياخدها مش كده مش كده ابعت لربنا اللي انت عاستخلص منه خلينا نقى ويجعلون يا سيد باسم ويجعلون لله ما يكرهون المهم كان شرط من دخول يا أخي هرجع يا بو زد اللي انت عايزه من قبيل هو كده كل الناس عرفت النابو زد اللي منبهني على قال الشيخ فلما كان الشرط اللي دخول الأزهر ايه ان انت تحفظ القرآن فبعتوا الكتاب لما بعتوا الكتاب الولد بدأ يحفظ القرآن عشان مش هيخش الأزهر الا اذا حفظ القرآن فحفظ القرآن كله عين الولد فانجلت بقت زي الفل فسحبوا من الأزهر وادعوا التربية والتعليم فالشيخ الغزالة قال ايه قلتوا أحرام على هذا الدين أن يحمله سليم القوى قوي البنيان أم أن هذا الدين ابتلي أن يحمله أن يحمله المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السابع وبعدين الشيخ الغزالة عمل فلسطوب بكده وقال ايه اخشى اخشى يعني اخشى ما اخشى أن يرتفع المستوى الصحي للأمة فلا نجد من يتعلم الإسلام حيطلع كله عميان في الآخر فلو طلعنا كلنا اسلام دور على الأزهر ما لقيش حد ذاك الأزهر بس هنو بحش يعملنا بشاء الله فالشيخ